موسيقى 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 على الموسيقى ليست انتظر 10 كيلو دقيق الموّن او الوصفة امي هي تعبنة موسيقى موسيقى لم يتفع عليها المعجنات بتاعتك حلوة لازم ان تختار دي بتاعك بدقة علشان ما ينطرش السامنة اللي فيه او ينطر الحليب اللي فيه او ينطر المكونات اللي فيه فقالب اختيك بالله عليك يلا يجبر قلبك يا رب ويعود عليك بالخير حطيني لايك ولو مش متابعيني وكلمة اشتراك معمولة بالزرار الاحمر دي دوس عليها بالله عليك ربنا يجبر قلبك ويجبر خطرك يا رب العالمين هنا بقى يا بنات انا جبت بقى ايه القروانة دي اسمها قروانة او تشتشوف انتو بتسموها ايه لازم ان يكون حاجة كبيرة كده عشان تعرفي تبس الكحك كويس وجبت العشرة كيلو من الدقيق الضحى ورحت حطه وعلى فكرة انا مش بعمل اعلان والله خلص للدقيق بس هو فعلا اه نوع كويس جدا تمام وهجب معايا ادي كده عشرة كيلو من الدقيق هنحط عليهم شرشة ملح بسيطة تمام ونحط عليهم زبدة طبعا الكيلو عشرة العشرة كيلو دقيق بياخد معاكي حوالي اربعة كيلو سمنة او اربعة ونص كيلو تمام اه فانا ايه اه الزبدة دي من الزبدة صفية كاملة هي ام مخلطة زبدة صفية على ثمنة وهنا جبت معايا خميرة فورية لو هتستخدم الخميرة الفورية هتجيبي خمس كاس خميرة فورية لو هتستخدم الخميرة البيرة دي احنا اسمها خميرة بيرة بنجيبها من الفرن بتاع الفينو. الفرن بتاع الفينو طبعا انتوا عارفينو. الفرن بتاع الفينو طبعا انتوا عارفينو. وهنا برش الملح اهو وحطيت السمنة وسبت الخميرة مع الحليب تدوب. انا هحتاج في العشرة كيلو دقيقة حوالي كيلو ونص من الحليب. انا حطيت في نص كيلو. اه الخميرة والكيلو على جنب. وهنا هستخدم معي مثلا قولي اه خمس ست معالي. حليب بودر عشان ده بيدي دي لون اه حلو جدا للكحك وبعدين هم خمس معلق بس يعني ربع كيلو من مسلا اللبن البودرة عشان اللون وما تقلقيش هيبقى حلو جدا وبعد كده انا هبدأ ان انا قلب واحط على عشرة كيلو دي كيسين من البيكنج بودر ممكن تزودي يعني ممكن لو انت هتعملي الكيلو تحطش معلقة بيكنج بودر واحدة تمام يعني بصوا كده وبعد كده هبدأ بقى ان انا جيب الزبدة بالشكل ده وابدأ ان انا قلب مع الزبدة لحيق ابسه كده يبقى عامل زي الرمل تمام طبعا انا ابنه اختي هنا اللي كان بيصورني فعايز اقول لكو اني هتلاقوا بقى لبزات بس انا محبتش ان انا يعني ايه ان انا اه ان اعمل الكحك وكده وما صولكوش فبالله عليك حطشيني اللايك واستمتعي بقى معانا باجواء العيد بقى واجواء كده رمضان في لمة العيلة وهنا طبعا اعدت بقى بس انا واخوتي الكحك تمام وكانت لما حلوة جدا 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 وهنا زودت شوية سامنة تاني انا بصوا انا محطتش الاربعة كيلو ونص مرة واحدة من السامنة انا بدأت ان انا حط وابس احط وابس ابس يعني ايه يعني ادعك على ايدي كده لحد ما يبقى السامنة والدقيق لون واحد هفضل ابس فيه كده طبعا نجاح الكحك معاك في بسه في ان انت تفضل ابس فيه وان انت كمان ما تدخلوه السوايل كتير تمام عشان كده هياخد معانا ايه الاربعة كيلو ونص من الزبدة او السامنة هنا مام تستخدمي السامنة بلدي على سامنة اللي هي جنة بتايعلي او كريستين بعد كده عملتو بالشكل ده زي ما انتو شايفين بصوا ما شاء الله كده انا لسه محطتش فيه المادة اللي هي السيلة اللي هو الحليب ولا حتى الخميرة تمام بصوا جميل جدا وبسيته بعجنه قدامكو وانا هنقول بسم الله وهنبدأ ان احنا ننزل بالخميرة بالحليب اللي انا عملتوها معاكو وبعد كده هقلب ولو حسيت ان العجيم معاكي ناشف سنة هتزودي شوية حليب كمان لو حسيتين ناشف سنة هتزودي شوية حليب سامنة متحاوليش تزودي حليب كتير هو مسلا تزودي كمان ربع كيلو من الحليب او وعليهم ثلاث ايه معالي من السامنة وتبدأ يتقلبي وانا جبنا السجان دي السجان دي جاية من الفرن يا بنات وكده هي مش واسخة يعني السجان دي كده مش واسخة لا السجان كده نضيفة والله العظيم نضيفة بس هي لولنا بيبقى كده يعني اسود هنا بقى الولاد متجمعين وهيعملوا الكحك وعملين يقولوا يا كحك العيد يا احنا يا باسكاويت يا احنا يا احنا وكان يوم جميل جدا وكلو بعمل يسقفوا وبصوا مبسوطين جدا 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 وهو اصلا الفرحة بتاعة الكحك عندنا بالنسبة لنا ان انت تلمي بقى الاطفال حوليك وتدي لكل واحد حتة عجينة كده يلعب بيها وهنا بنختي بقى العريس ده العريس ان شاء الله فرحة هيبقى في العيد ومامتي زودت بقى يعني هي عامت عشرة كيلو من الكحك علشان طبعا تودي للعروسة اللي هي بنختي والعريس يبقى بنختي بصوا عايز اقول لكم العجينة صيحة وجميلة ازاي وبصوا بعد ما شكلتها وعملتها وهنا اختي بقى الفلحوسة دي المؤادة اما تقولي بقولك لا انا وريهم بقى ايه وانا بقى ارس بقى الكحك كده وبعمله قلت لها وتقولي وانشوف مني اللي هيقرس احلى قلت لها مش بس ما تحنطفيش في الكحكاية الكحكاية متتعملش كده تقولك لا لازم انا حنطفيها عشان تطلع ايه حالوة قلت لها خلاص مش حنطفي بيها حنطفي اختي براحتك وان شاء الله برضو تطلع حالو بص بصوا بتنقش الكحكاية زينا بتنقش قلبها لو خليتك معايا لحد هنا يا قلب اختك حطيلي اللايك الجميل وبالله لك لو مشتركتيش اشتركي وشيري الفيديو مع كل صحابك وبصوا كده بعمال الكحك الجميلة جدا جدا بصوا هنا بتقولكم بتاعتي ولا بتاعتها وبعد كده عملنا بقى الصق كله زي ما انتم شايفين انا واخواتي كلنا كنا متجمعين بنعمل كحك العيد بجد والله العظيم يعني احساس جميل جدا وبصوا هنا بنختي كتب محمد وزرواته العجين خالص كل واحد كتب اسمه بقى وماريم رابونزر يعني عملت العروسة بتاعتها اللي هي عروسة كده على شكل كحك عارفينها قولولي بتعملوها ولا لقلوا لكو وهنا بنختي برضو هنا عمل يعمل اللي هو بينقش ويونس وياسين برضو عملين ينقشوا الكحك وهنا بنختي بقى راح ايه وهنا بنختي بقى اتبرع قال والله انا هروح اوديهم ايه الفورن يعني وكده طبعا السجان دي يا جميع عزيمون تلكم الفورن وبنوديها الفورن تستوي السنة دي الصاج عليه عشرة جنيه يعني بياخد الصاج بيسوهولك بعشرة جنيه بس عايز اقولكم ان بجد اجواء جميلة وحاجات كده حلوة بنختي بيقولكو حطوا لك يا بنات حطوا لك عشان خطر احنا تعبنا جمد او والله العظيم في الفيديو ده فربنا يكرمكو حطولي لايك وعايز اقولكو ان دي اجواء الرمضان عندنا كده واجواء الكحك واجواء الحاجات الجميلة دي طبعا احنا عملنا الكحك بدري شوية علشان احتمال ربنا يسر الامر ونشيل حاجة بانت اختي يوم الجمعة الجاي العفش بتاعها ونبدأ نفرش لها عشانها تتجوز ان شاء الله تالت يوم او ربع يوم العيد لسه بتشوفي حجوزات وكده فاحنا مستربعين او امي مستربع عشان كده انا مش مستربع انا عادي جدا على فكرة وانا بنختي بيديني باقي بتاع الكحك يعني وعايز اقولكو الكحك تالي حلو عاملينه بالعجوة وعملينه وسادة وطلع دايب وتحفة تحفة تحفة وطعمه في جلبك والله في جلبك كل اللي انا طلبة منك يا البختك ولتاع عشر ومية مرة حطش اللايك يا البختك وبحبك واستنون الفيديو هكا كتير